السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أوقاتكم دائما بكل الخير فيديو النهاردة فيديو بداية لسلسلة فيديوهات الإجابة على أسئلة الفيديوهات هنتكلم مع بعض الفيديو النهاردة على إجابة بعض الأسئلة في فيديو الطريقة الصحيحة لاستخدام الحلبة للتسمين أو لزيارة الوزن في البداية أعزائي المتابعين اكتبوا لي في التعليقات لو الفكرة دي عجبتكم نكمل فيها بإذن الله هسيب لكم في الوصف رابط الفيديو وروابط بعض الفيديوهات المتعلقة بالإجابة على بعض الأسئلة أحد الأسئلة من أحد المتابعين الحلبة على الرير عادي في الصباح الحلبة لو ناخدها لفتح الشهية كمشروب يفضل طبعا قبل الأكل علشان تفتح الشهية قبل الأكل بنصف ساعة السؤال اللي بعد كده ينفع أخلي الحلبة المطخورة بكابسولة واشربها في البداية أنا لا أنصح بهذه الطريقة وكنت جاوبت على تعليقات مشابهة على هذا التعليق لو حابين ناخد كابسولات جاهزة في كابسولات جاهزة للحلبة بتكون مصنعة في مصانع الأدوية وموجودة في الصيدليات بمسميات عديدة بنكونها جاهزة علشان بس التعقيم ولضمان الأمان أكتر ضعيفة ومرضعة عادي أستخدم كاس حليب وأخلي ويا الحلبة الحلبة للمرضعات مفيدة جدا غير إن هي بتساعد على فتح الشهية وزيادة الوزن كمان بتساعد في زيادة لبن الأم المرضعة أو حليب الأم المرضعة وبالتالي فهي تفيد الأم المرضعة لكنها طبعا ممنوعة على الستات الحوامل السؤال اللي بعد كده السلام عليكم دكتور ينفع أستخدم ملعقة طعام حلبة في كاس مية ساخن وأتركها طوال الليل وفي الصباح أصفيها وأشربها ممكن ولكن الأفضل إن احنا نغلي الحلبة علشان نستفيد من الحلبة لازم نسويها كويس ولازم نغليها والأفضل إن احنا نعدي المشروب قبل الاستخدام مباشرة السؤال اللي بعد كده عن الحلبة المطحونة إزاي بنستخدمها لزيادة الوزن حتى لو الحلبة المطحونة هنستخدمها بنفس الطريقة لكن يفضل إن احنا نغليها برضو ونسويها قبل الاستخدام علشان ما تعملش أي تقلصات وهسيب لكم روابط بعض الفيديوهات أو القائم التشغيل الخاصة بزيادة الوزن وفيها برضو هتجدوا استخدام الحلبة المطحونة في بعض الوصفات السؤال اللي بعد كده أنا عمري 16 سنة ووزن 48 بما تنصحني أولا التغذية السليمة لازم تتغذى كويس ولو فيه أي مشاكل مرضية بيتم علاجها الأول طبعا ويفضل المتابعة مع طبيب تغذية متخصص للوقوف على أسباب النحافة وعمل اللازم وأخذ للاج المناسب أو الوصفات المناسبة متى يتم تناولها قبل الأكل أو بعده يفضل طبعا تناول الحلبة أو مشروب الحلبة قبل الأكل اللي فتح الشهية قبل الأكل بنص ساعة السؤال اللي بعد كده عن تناول حبوب الحلبة ناكلها أو نرميها لإني سمعت أنها مفيدة لعلاج ضعف الانتصاب لكن تسد الشهية ناكل الحبوب ولا لا يمكن تناول حبوب الحلبة بعد نقعها بالماء وتحليتها بالعسل وبتكون مفيدة للرجال ولسيدات وفيه فيديو كنا متكلمنا فيه عن فوائد الحلبة للرجال هسيب لكم برضو ربطه في الوصف السؤال اللي بعد كده عادي نضيف السكر مع المشروب آه طبعا ممكن نضيف السكر ويفضل إضافة عسل النحل أو العسل الأبيض يصير نستخدمه في الحبوب الفرغة نفس السؤال اللي هو استخدام الحلبة المطحونة مع الكابسولات ده أنا أنصح به ويفضل لو هنستخدمه كابسول يبقى نستخدم الكابسولات جاهزة من الصيدرية سؤال مهم هنا هل حلبة أو تناول حلبة بيأثر على الحامل؟ لو سيدة حامل ينفع تستخدم الحلبة الإجابة قطعا لا يفضل عدم استخدام الحلبة للحوامل لأن قد يؤدي الإكثار من تناول مشروب الحلبة إلى الإجهاض وعلشان كده الحلبة ممنوعة على السيدات الحوامل ولكنها مفيدة زي ما ذكرنا للسيدات المرضعات إنها بتساعد في إضرار حليب الأم السؤال اللي بعد كده من أحد المتابعين بتذكر إنها أخدت الحلبة لمدة شهرين وسمنت زيادة فعايزة ترجع تاني تنقص وزنها في البداية لو زيادة زيادة كبيرة أنصحك بالمتابعة مع طبيب سمنة ونحافة للوقوف على أسباب الزيادة الكبيرة وعمل اللازم وعمل فحوصات اللازمة وأخذ العلاج المناسب لكن يمكنك التوقف طبعا عن الحلبة علشان ما تزودش الشهية أكتر من كده وعلشان ما تزاديش في الوزن أكتر من كده سؤال من أحد المتابعين كم حباية ناقد إذا طحنا الحلبة وضعناها بكابسول وبرضو نفس السؤال متكرر أنا لا أنصح بهذه الطريقة اللي هي طريقة طحن الحلبة وضعها في كابسولات لا لو نستخدم كابسولاتي بنستخدم الكابسولات اللي جاهزة من السيدلية المعدة في مصانع الأدوية دكتور هل الحلبة تضر الرجال الحلبة مفيدة للسيدات ومفيدة للرجال أيضا وفي فيديو حاسب لكم ربطه في صندوق الوصف بيتكلم عن فوائد الحلبة للرجال أيضا سؤال أرجو الإجابة عنه هل يكون هذا المشروب قبل الأكل أو بعده لو هنستخدم الحلبة لفتح الشهية لزالة الوزن يفضل طبعا قبل الأكل بنص ساعة وبكده فيديو النهاردة يكون خلص اعتماني يكون الفيديو ما يكونش طويل على حضراتكم ولو في أي اقتراحات اكتبوها لنا في قسم التعليقات لتطوير السلسلة والاستفادة منها بشكل أفضل شكرا جدا لكم على المشاهدة ونشوفكم دايما على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته